اخوتي اخواتي السلام عليكم مرحبا بكم تحية لجميع تحية الاصدقاء الصديقات تحية لجميع الناس اللي مشاركين في القناة تحية لجميع الاخوة والاخوات وراكم في البال وراكم ما كتنساوش وراكم ديما حاضرين الموضوع الذي سوف نتحدث عنه اليوم احد الموضوع زوان اي حاجة مرتبطة بالنظام المغريبي سوف يكون هناك خدمة النظام المغريبي سوف يستعملون الشعب غير لكي يبرروا الجرائم لهم بحال هذا بمثلا البرلامان المغريبي البرلامان 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 لكي ينتخبهم الشعب باش كي يواجهوا البطش ديال الحكومات يعني البرلمان وهو الشعب البرلمان كيمتل الشعب البرلمان من المفروض يمتل الشعب ويدافع على الشعب ويحمي الشعب من بطش الحكومة ولا من بطش النظام هذا هو المفهوم البرلمان في دولة ديمقراطية هذا هو البرلمان وهو الشعب البرلمان وهو تمثيل الشعب هذا هو المفهوم البرلمان ولكن في المغرب يتم فهم البرلمان يأخذ مفهوم اخر وليس هو تمثيل الشعب ايه كان يضحكوا على الشعب كان يدخوا على الشعب كان يقول لهم نتاخبونا باش ندافع عليكم باش نجيبوا ليكم الحقوق ديالكم ولكن هاد اللعبة اللي كي لعبها مثلا كتل عباد دول ديكتاتورية اللي عندها برلمانات غير كتضحك على الشعب امام يعني الديمقراطيات الكبيرة ولا الدول مثلا كتحصارا من الديمقراطية ولا مثلا الدول اللي عندها فعلا ديمقراطية كني نقول لهم دول ديكتاتورية كتستعمل الشعب في الانتخابات باش كنقولوا الدول الديمقراطية شوفوا راح تحنا عادنا انتخابات راح تحنا عدنا برلمان وحطحنا عدنا ناس كيم تلو الشعبfox لان البرلمان هو اه دور ديالو هو اه حماية الشعب من بطش الحكومات هذا هو الدور ديال ايه ب Lynch فلا يمكننا البرلمان في المغرب لا يخدم الشعب ولكن يخدم النظام أول مهمة للبرلمان في المغرب هو خدمة النظام خدمة إنتهاكات دولة برغمان القمع هذا هو الضور البرلمان في المغرب لماذا قلنا ان البرلمان ينف single td هذا هو الضور لسيطرة على كل طريقة يعني ما كيش مثلا استقلالية لان الدول ديمقراطية تكون فيها استقلالية مؤسسات استقلالية القضاء استقلالية مؤسسات يعني كơn مؤسس اتج انها استقلاليده لان اذا الشي يكون بد Georgetteher هي التي تحدد دور ديالكل مؤسسة او لدينا نágان لان من المغريب ان يтоящ ترقصه محمد الساديس هو اللي يحدد دور ديال أي مؤسسة واشنه هو الدور ديال المؤسسة في المغرب وهو حماية النظام حماية النظام حماية الملكية أنها تبقى في الحكم حماية أنه يبقى في الكرسي حماية محمد السيد أنه يبقى ينهب الخيرات ديال المغرب حماية العائلة الملكية والأتبع ديالها من طبقة البرجوازية والطبقة ديال اللي كتمتت القمع في المغرب أنهم يتمتعوا في المغرب أن الدور ديالهم لأن الدور مثلا ديال النظام المغربي في المغرب لا هو الشعب. دور النظام في المغرب وهو استنزاف خيارات الشعب. استنزاف خيارات المغرب. استنزاف كل ما موجود في المغرب. اللي هو من الحق الشعب المغربي. ولكن يبقى في ملكية الملكية. الملكية في المغرب تملك كل شيء. من التسبع الملكية يعرف رأى أنها تملك كل شيء. تملك الشعب وتملكوا. موصيبة. والله العادي مني كتبك ربما يعني كتحمها يعني كتحمها يعني رأسك تشعل. رأسك تشعل فيزا. هنا هذا الخبر يقول لك برلماني مغربي. ما يقول لهم هذا البرلماني المغربي؟ ما يقول لهم؟ يقول لهم سجلنا 420 محاولة أوروبية لإقرار تعديلة ضد المملكة. يعني شوفوا هذا الدكاء لهذا البرلماني المغربي. اللي قام بهذه الإحصائية الكبيرة اللي توصل فيها النار لإتحاد الأوروبي. قام به 420 محاولة لإقرار تعديلات ضد المملكة. يعني شوفوا الدكاء يعني الدكاء. الدكاء لهذا البرلماني فين وصل. يعني شوفوا يعني كي يخدم بالليل و بالنهار بالإحصائات باش أنه توصل أنه لقى أن الاتحاد الأوروبي يريد تعديلات في المملكة. ولكن هاد السيد البرلماني اللي انتخبوا الشعب مغريبي هربات عليه واحد القادية. سجل هاد هاد المحاولة الأوروبية ولكن ما قدرش يسجل المحاولات اللي قام بهالنظام مغريبي اللي قام على الشعب مغريبي. ولا اللي قام على الصحفيين ولا اللي قام على بالنهار باش أنه توصل أن الاتحاد الأوروبي قام بربعمة و عشر محاولة لإقامة تعديلات في ضد المملكة. ولكن ما قدرش يقوم بإحصاء الانتهاكات التي تقوم بها المخابرات المغربية اللي كيوضف هالنظام مغريبي بزعامة محمد الساديس باش أنها تقمع الشعب مغريبي. يعني الصحفيين بدأوا من بو عشرين ورجعوا قبل من توفيق بو عشرين ورجعوا يعني من سنوات التسعينات القمع اللي كان في التسعينات والقمع اللي كان في الألفينات والقمع اللي كان عيشوه دائما. هاد البرنامان ما قدر يسجلتها شيء حاجة. يعني شيء غريب جدا. شكوناه هاد السيد. سيقولك السيدي قال عضو بالبرنامان المغريبي التولتة أن بلاده سجلت رباو عشرين محاولة لإقرار تعديلات مناوي آل المملكة في البرنامان الأوروبي منذ عام الفين وستعيش. وهد السيد واعر. ومن الفين وستعيش وقال سيقوم يعني من الفين وستعيش وستيقوم بالإحصائيات باش يوصل هذا الرقم. جاء ذلك في تصريحات لرئيس لجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والانتحاد الأوروبي الحسن حداد. أدل بها لوكالة الأنباء المغربية الرسمية تعليقا على انتقادات البرلمان الأوروبي لأوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب. وأي إنسان على وجه الأرض كيعرف أنك القمع في المغرب أي إنسان على وجه الأرض على وجه الأرض كيعرف أنك انتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب انتهاكات حقوق الصحافة انتهاكات حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الطفل انتهاكات حقوق المرأة يعني يعني الانتهاكات هو عنوان المملكة المغربية هي مملكة الانتهاكات رمشي المملكة الانتهاكية خاصة المملك التي سنزيد عليها من المملكة لانتهاكية ومخ...? ذلك هي ملمة سيض لو شاية عيشها لهمнейшей قهرة انها تفرض قضاء عادي لبناتهم انها توفر لهم تعليم صحيح توفر لهم مثلا صحة توفر لهم سكة لائق ولكن هذه المملكة لا تغفر شيئا للمغاربة هذا الشيء كنقوله انها المملكة الانتهاكية المغربية حيث لا م associ otras الدولة في 19 يناير إعتبرنا البرلماء الأ cities أن ينتقد بحقية حرية الصحافة و جلال فهذا ورهم مشي غير البرلمية الأوروبي، والعالم كله ينتقض انتهاك حقوق الإنسان في المغرب وانتهاك حرية الصحة في المغرب، ذلك وانتهاك الأاتحاد الأوروبي وبدأ من اختار أي دولة على وجه الأرض قول لها حرية الصحة في المغرب، بلا يقول لكم المغرب من أول دولة الذين ينتهك حرية الصحة في العالم يعني لا يحتاج مثلا نوجه الأصبع للإتحاد الأوروبي للإتحاد الأوروبية غير عندكم ما أحسابه صعب ورجونا سقبان من الإتحاد الأوروبي منظمة هيوم الرايس ووتش دائما كزرع الانتهاكات منظمة يوان ما اسمتها اليوان تاهية تخرج منظمة حقوق الإنسان منظمة صحفيين بلا حدود بعض الدول تخرج الكونغرس الأمريكي تقول لكم راكين انتهاكت حقوق الصحفيين في المغرب يعني كل شيء هذا القادية ليس ذات أوروبا لأنها فضحاتكم فاضحة كبيرة لأنها قلت لكم لأنها قررت لكم البالز اللي كتبشيو كتعطيو رشوة لأنها قد أعطيوها المسؤولين باش يصوروا لكم بذلك الصورة المزركة على المغرب ونأليكم انتو ما هي في مغرب ليس هناك لو يصورو قال لكم وقال حدد منذ 2016 تجزلنا 420 محاولة ليقرار تعديلات منعوية المغرب بالإضافة إلى أربعة محاولات لتمرير قرارات ضد المملكة ومحاولتين لمرح جائزة ساكاروف لأشخاص لعلاقتين بحقبا الإنسان اهه رجح للقادية ديال جائزة اه منح جائزة ساكاروف اللي كانت رشح فيها الزفزافي منش يأخذه ودعم هاد السيد كيلمح الزفزافي اللي هو انسان يعني لا علاقة له مع ان يحتش على قلب النظام ولا شي حال السيد خرج كي يطعر بالمستشفية الحسيمة كي يطعر بالقضاء على البيط على كي يطعر بشي حال رجعته كنتم مجرم ورجعته يريد إسقاط النظام ورجعته. وهذا الشيء في المحل لأنه إذا كنتم قد ذكروا أنه كانوا كيرشحوا أنه الزفزافي يأخذ جائزة ساكارو. قلت إلى أن البرلمان المغربي يواجه عراقي في العمل مع البرلمان الأوروبي منذ سنة ونصف. ما هو الضوء من البرلمان المغربي؟ ما هو هذا الحدث الكبير الذي جاء به البرلمان المغربي؟ إذا كنتم أعرف ما نقدم البرلمان المغربي. لأنه لا للمغاربة. البرلمان المغربي هو مجموعة مجموعة من الشلاهبية. لتأتي بالنظام إلى أنه يدفعون عليه. هذا هو البرلمان المغربي. كيف كان برلمان المغربي؟ يجب أنه قلت إلى أن البرلمان المغربي يواجه عراقي في العمل مع البرلمان الأوروبي منذ سنة ونصف. فأوضح أن رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب الأوروبي أندريا كوسولينو ظل يقاطعنا ولا يتعامل معنا ومساعده لا يجيب على رسائلنا وأضاف الهجمات على المغرب كانت كبيرة وتم تقديم يضنع السؤال بالبرلمان الأوروبي ضد المملكة بالإضافة إلى 18 تعديل المناهضة لنا خلال 2022 وهذا السيد أعطيها الإحصائيات قتلاء وهذا السيد أعطيها لحسابات قتلاء وحسب كل شيء وحسب قال لك سيدي 12 سؤال بالبرلمان الأوروبي ضد المملكة بالإضافة إلى 18 تعديل المناهضة لنا خلال وهذه هي الديمقراطية أنك تنتاقد واحد الجهة أنك تنتاقد الشخص هذه هي الديمقراطية هذه هي حرية تعبير ولكن السيد هذا بين ما عمره معرف ما هي حرية تعبير وما هي الديمقراطية حطه في البرلمان تخلص لنجح لنصل البرلمان وكي يأخذ خلصها من البرلمان ويأخذ تقاعد من البرلمان وشيء عادي سيدافع على الناس الذين يخلصوه ورغم أن نرى النظام وهناك عندما يهدم هذه الناس في البرلمان كيف يضمنهم وما يعتقدون يعتقدون أن الملك الذي يخلصهم ولا ينزخ الوالدين والملك يسرق الشعب الذي يخلصك وما يتحدث عن البرلمان ويقولون وما يتحدث عن الشعب الذي يتحدث عن الشعب يقولون أنه يتحدث عن الشعب ومالك الذي يخلصنا على السيد ولكن لماذا لا أعرف لأن هذا البرلمان يتحدث عن الشعب يتحدث عن الشعب لأنه يتحدث عن الشعب يتحدث عن الخيرات المغرب يعني من الضرائب الشعب من الدهب الشعب من الفوسواط الشعب قل كوي يقضي الراضي هنا وفي قراره الأخير دعا البرلمان الأوروبي لا يطلق صراحة صحفين المغاربة عمر راضي سليم الرسوني ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم جنسية هذا هو الغريب يتحدث عن الشعب أي شخص في المغرب أي شخص مع تهم جنسية قد يمع صحبي أدلوا شيئا أدلوا صرق حمار أدلوا صرق حمار أدلوا صرق شيئا أدلوا أي شخص كتل صوري تهم جنسية آخر واحد والصيدة صحبي عنده 80 عام اسمته زياتة ورسقته جنسية ماذا لا تحسنون منكم وماذا تحسنون من من نظم الضرق أدلوا هم مجتمعين أدلوا نظام الغريبي أدلوا نظام الغريب أدلوا نظام الغريب سأعيق به انه نظام ديكتاتوري نظام قمعي نظام متحجر نظام كل شيء عارفه وكل شيء عارفه وكي يخدم القانون باش كي يغطي على جرائم دياله هذا شيء عارفينه لا يحتاج ان يتضحكوا علينا بغاربه وكي يقولون لي هم راح ديناس كولهم اتهم يعني عندهم تهم جنسية كولنا كنعرفوا كونه هو بو عشرين السبب على مشل الحبس وهو انه اصبح ينتقضوا التلغلغ الاماراتي في المغرب ومقالات كثيرة جدا وهذا شيء اللي خلاه مشل الحبس هذا شيء كان ينتقض حض النظام كان ينتقض غير التغلغ الاماراتي في المغرب هذا شيء لماذا وكانت هناك تدخلات اماراتية لان الفيديو الناس اللي غي يقولك وتددوك الفيديو واشنو راح سيروا يشوفوا الديب فيك راكين برنامج كين بروغرام سميتو الديب فيك يمكن لك تجلب صويرة ديال الشخص وتحطها على وجه الشخص وتدير به فيديو يعني هذا شيء عادي جدا ماشي بقوي ضحكوا عليك وتدير القادوي وتقول لي شوف راه دربو عشاني غي يقولك ما غي يقدرش يقولك اللي لان تقنية ديال ديب فيك يعني تقنية اللي خطيرة جدا يمكنك تجيب الوجه ديال اي شخص وتضعه في فيديو مثلا ديال فيلم ايباحي وغاديبا هو يعني هذا الشرق نعرفه قالك ويقضي الراديسية سنوات سيجل بيتهمة اقتصاب وتعال راديتها هو قالك وتخابر وتخابر والريسوني خمس سنوات وبو عشرين خمس عشر سنوات بيتهم زرائم جنسية في حين يرى حقوقين واعلمين وانا حكموا بسبب ارائهم وعملين صحفي عادي جدا هذا الناس كلهم المغرب كله تيعرفوا العالم كله تيعرفوا كله فهم ان هاد الناس مشاولوا للحبس وتحاكموا في الحبس ويعيشوا في الحبس وتحكموا بهذه الحكام هذه لارائهم يعني شيء عادي جدا يعني العالم كله يعني غيرا بغيت ان اقول لكم في هذا الفيديو المسؤولين المغاربة في المسلطة بينهم الواقع حق أنهم يخرجون لدورهم أنهم يخصوا ميداً من المفروض أنهم يخصوا يدافع على الصحفيين، يخصوا يدافع على أبو عشرين، يخصوا يطالب يطلق صراح أبو عشرين، يطلق صراح الرسوني، يطلق صراح جميع الناس الذين أعطوا لهم السجن على خلفية أفكارهم، أو أرائهم، أو معارزهم للنظام ولكنه لا لأنه يخصوا يهزل العلام للنظام، هذه الناس البرلمانيين والقوضات والأجهزة الأمنية كلها ترفع العلام للنظام يعني النظام عندهم هو في الدرجة الأولى، يفضل النظام على أبوه، على أبوه، على أولاده، وخصوا النظام هو الذي يخصوا لي أنه يسمون خدام النظام هؤلاء الملكيين، هؤلاء الذين يتخلصون لأنهم يطلقون النظام، هؤلاء الحقيقيين، هؤلاء العياشة الحقيقيين لذين يستفدوا من تعيشتهم، ويستفدوا الكثير والكثير هؤلاء الملكيين، هؤلاء الذين يتخلصون للنظام، ولا ولا الديمقراطية في المغرب، ولا ولا تحرية التعبير، ولا ولا قضاء مستقل، هؤلاء الذين يمشون للسجن لأنهم يعتبرون خوانا لا لاحقين لكنomani هو يخدزه على النظام ويعتبرون خائن ك يقولون أنه برلمان وجد الحقيقيين، ولا إليك هذا يعتبرون خائن، لأنهم يعلمون أن البرلمان الضارة لهم هي الدفاع عن العجوان وبهذا القادية ولقد قلنات منذ horn. جاء اللهào siis المصيط يعرف لك وشكرا